السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا اريد شيئا فقط اتركوا لي ما تبقى مني بطلنا النهاردة بيحب عيلته جدا لكن بسبب حالة زوجته النفسية بيضطروا ينتقلوا البيت ريفي وهناك بيكتشفوا انهم عايشين في قرية ملك الشياطين وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع عائلي اللي بتكون في العربية مع عائلتها وبيبقوا في طريقهم لقرية لودولوة وبنعرف انهم هينتقلوا للعيش فيها بدل مدينة بوستن وبنلاحظ وجود القط تريتش اللي بيعتبروا فرض من ضمن العيلة وبنشوفهم اول ما بيوصلوا وبيبقى واضح الانبهار على إيلي والتاني يوم بنشوف لويس الأب في طريقه للشغل وبنعرف انه بيشتغل طبيب وفي نفس الوقت ده بنروح للبيت وبنشوف ريتش للأم مع إيلي وبيبقى واضح من نظرة عينيهم الخوف لما بيلاقوا مجموعة اشخاص لابسين اقنعة حيوانات وهم ماشيينوا معاهم حيوان ميت وكأنهم بيستعدوا لتقديم قربان وبالرغم من قلق الأم إلا إنها بتحاول تطمن إيلي بس إيلي فضلها كطفلة بيكون مسيطر عليها وبتنتهز فرصة إن والدتها مش معاها وبتقرب من المكان اللي الأطفال كانوا ماشيين فيه وبتكتشف وجود مقابر كتير مليا المكان وبيبقى شكلها مخيف وبيكون في قمة عالية وبتحاول تطلعها لكن بيوصل رجل عجوز فبتتخضه وبتقع وللأسف رجلها بتتجرح وبنتعرف على الرجل العجوز أثناء ما بيحاول يعالج جرحها وبنعرف إن اسمه العم جود وبيبقى جرهم مساكن من زمان في القرية وبيعرفها جود على المكان اللي هم فيه وبيقول لها إنه مقبرة حيوانات والأطفال اللي هي شفيتهم كانوا جايين علشان يدفنوا حيوان ميت ليهم وفي الوقت ده بتيجي رايتشيل اللي بتبقى قال أنا جدا عليها لكن إلي بتطمنها وبتعرفها على جود وبتقول لها إنه عالج جرحها بس بعد ما بيمشوا بيسمع جود صوت همهامة بيقول لازم ترجع ولما بيجي الليل بنشوف إلي بتتكلم مع والدها والدتها في اللي شفيته في المقبرة وبتسألهم عن سبب موت الحيوانات الأليفة واللي بيجي اليوم اللي بيختفوا فيه من الحياة فالأم بتطمنها وبتعرفها إن اللي بيموت بيفضل موجود معانا بروحه وبيرحل بس بجسده لكن كلامها بيكون عكس معتقدات الأب وده اللي بنلاحظه في طريقة مواساته الرايتشيل اللي فقدت أختها وهم أطفال والتاني يوم بنروح للمستشفى اللي شغال فيها لويس وبنشوف حال الطوارئ لشاب باسمه فيكتور وبنشوفه هو غرقان في دمه والفريق الطبي مستعجل على إسعافه وبنفهم إنه كان بيتزلج وسط ضم بعربية وبيحاول لويس إنه يسعفه لكن بيكون فات الأوان وأول ما بيبعد لويس عنه بيلاقي فاق وبيحذره من وجوده في القرية دي لإنها هتؤدي لهلاكه وهلاك علته بس بيكتشف لويس إنه بيتخيل بس الخيالات بتستمر في مطردته حتى أثناء وجوده في العربية والتاني يوم بنشوف إلي وهي رايحة البيت جود وبتلاقي صورة زوجته موجودة ولما بتسأله عليها بيعرفها إنها ماتت بسبب المرض بس اللي بنلاحظه إنه بيبقى متوتر وهو بيتكلم عنها وبعدها بنشوف جود وهو بقى الصديق الأقرب للعيلة وفي وقت تاني وأثناء ما لويس بيكون نايم بيصحى على صوت غريب جاي من الخارج ولما بيتتبع الصوت بيكتشف إنه فيكتور وبيشوفه خارج من باب الأوضة ولما بيخرج ولا بنلاحظ الضباب اللي بيعوم المكان كله وبيبقى المشهد غريب ومرعب لما بنشوفه ماشي وسط مقبرة الحيوانات ومرة واحدة فيكتور بيمسك إيده لكننا بنكتشف إنه كان بيحلم بس الغريب لما بيصحى من نومه بيلاحظ أثار على رجليه بتثبت إنه خارج بالليل ولما بيخرج بنشوف جود بيشاور له وأول ما بيوصل بيكتشف إن القط تريتش مات وبيحاولوا يخبوا الحقيقة عن إيلي وأول ما بتوصل بيقفوا بطريقة ما تخليهاش تشوف تريتش وبنيجي للليل وبنشوف ريتش الولويس بيتناقشوا عن إزاي ووصلوا فكرة موت تريتش الإيلي بس ريتش اللي بتكون منهارة وبتبقى رفضة إنهم يعرفوها إن تريتش مات لإن ريتش اللي بتكون عندها عقدة قديمة مسيطرة عليها وبتبدأ تحكي هنا إن من زمن فات أختها كانت مريضة وفي يوم أهلها سبوها مع أختها ولإنها كانت بتخاف منها علشان شكل مرضها كان مخيف فسبت لها الأكل في المصعد لقضتها وده اللي خل أختها تقع منه وتموت قصادها ومن يومها وهي مش قادرة تتقبل فكرة الموت لإنها متحملة سبب موت أختها وأخيرا بيتفقوا إنهم هيعرفوا إيلي إن تريتش هرب وبالليل بيروح لويس مع جود علشان يتفنوا القط لكن جود بيمنع لويس من الدافن في مقابر الحيوانات وبياخدوا المكان تاني وبيبقى دا المكان اللي وقعت منه إيلي وبنلاحظ إن الطريق لي صعب جدا ومرعب وبنلاقيهم بيمشوا في بركة مية والويس بيكون مش قادر يفهم وجهة نظر جود وفجأة بيقف جود وبيقوله يدفن القط وبيعرفوا إنه علشان إيلي متعلقة بيه فمن مصلحتها إنه يدفن هنا والتاني يوم لما بيعرفوا إيلي إن القط هرب بتستغرب إيلي من كلامهم وبتقولهم إنه موجود معاها وبيشكل أب جدا وبنلاحظ أثار أقدام القط فعلا وبتشاور له إيلي على باب الخزانة وأول ما بيفتحه بيلاقي القط تريتش موجود فعلا وبيلمسه علشان يتأكد وللأسف بيبقى هو تريتش وبيروح بعدها الجود علشان يستفسر منه عن اللي حصل وإزاي يدفنه القط وتاني يوم يبقى موجود وعايش معهم فبيقوله جود إنه مش كل حاجة لازم يكون لها تفسير وبيفضل كلام جود مأثر في لويس وهو مع عائلته وبيفتكر باقي كلامه عن الأرض اللي ادفن فيها وبنفهم هنا إن الأرض دي فيها سر عجيب محدش يعرفه وبيبحث لويس أكتر عن المكان ده على الإنترنت وبيلاحظ إن قريته فيها حيوانات كتير اختفت فترة ورجعت مرة تانية وبيشوف صورة الأطفال اللي لابسين أقنعة حيوانات وبيتوتر جدا وبيندم إنه سمع كلام جود في الوقت ده بتكون إيلي مع تريتش وبتلاحظ شيء متحجر في رقابته وفجأة بيبقى عنيف بشكل مخيف وبيجرحها في إيديها وبتروح إيلي لقضتها وبتطلب من والدها إن تريتش ما يدخلش تاني عندها وفجأة بنشوف القط على سرير لويس وبياكل عصفور حي فبياخدوا لويس وبيحاول يطرده لكنه بيجرحوا في إيده وبينزل لقابه والبيت ولما بيتتبعوا لويس بيلقي نفسه في عالم موازي وكأنه دخل الغابة اللي فيها مقبرة الحيوانات وبيسمع صوت فيكتر وهو بيقوله إن هلاكه وهلاك عيل تقرب وفجأة بيكون هيتصدم بالعربية لكنه بيلاقي نفسه من تاني في البيت وبتبدأ لعنة فيكتر تطرد البيت كله حتى ريتشيل بتشوف مراية الحمام بتتهزي بطريقة غريبة وأول ما بتفتحها بتلاقي المصعد وأختها بتقع من تاني قصادها وفجأة بيتحول لشكله الطبيعي مرة تانية ولما بيوصل لويس بيلاحظ نوبة الهالع اللي بتكون مسيطرة على ريتشيل وبنفهم من كلامهم إن البيت ده بتاع أهل ريتشيل وبيكون نفس البيت اللي ماتت فيه أختها فعلا ولكن لويس بيطمنها إنها مجرد تخيلات مش أكتر ولازم تواجهها وفي وقت تاني بيشوف لويس رسمات إيلي وبيلاحظ فيها رسم عن شاب مجروح فراسه زي هيكتر بالزب وبيتصدم لما بيعرف إن غيج الإبن هو اللي رسمها ولما بيروح له بيلاقي تريتش واقف فوقه وغيج بيكون مفزوع منه وبيروح لويس بعدها الجود علشان يفهم أكتر عن المكان وبيحكي له جود إن فيه أسطورة خرافية قديمة اسمها الدينغو وهي معتقدات البعض إن المكان ده مدفون في شيء عظيم بيرجع الأشياء الضيعة ولما جربوا يدفنوا فيه كائم ميت اكتشفوا إنه بيرجع لهم مرة تانية بس محدش بيجروا إنه يتأكد من وجود نفس الجسد في القبر ولا لا ولكن اللي بيكون واضح إن اللي بيرجع ما بيكونش بنفس الهيئة وطبعا بيستغرب لويس من المعتقدات دي ولكن بيبدأ يتوتر بسبب رجوع القط فعلا بعد ما دفنوه فبيكمل وبيقول له جود إن فيه أوقات الموت هو فعلا أفضل اختيار وبعدها بنشوف لويس وهو في القابو وبيحاول يقتل تريتش لكنه ما بيقدرش فبيكتفي إنه ياخده معاوي هربه وبيسيبه في طريق طويل عند حدود القرية وبيمشي وبنيجي اليوم الاحتفال بعيد ميلاد إيلي والفرحة بتكون على الجميع معادة إيلي لأنها بتبقى مفتقدة تريتش بعد ما هرب منها بس والدها بيفجئها بعروصة بيكون فيها صوت القطط فبتفرح بها جدا وأثناء ما بتكون بتلعب مع أصحابها بتتفاجئ بتريتش جاي عليها من بعيد وغيك بيكون واقف بيتفرج عليهم وبنشوفه بيجري على إيلي وفي اللحظة دي بتكون فيه عربية كبيرة جاية من بعيد عليهم فلويس بيشوف الخطر اللي غيك بيكون فيه وبيروح علشان ينقذه وفعلا السواق بياخد باله وبينحارف بعيد عن الطريق بس للأسف العربية بتفقد توازنها والأحمال اللي عليها بتقع في اتجاه إيلي وبتبقى رايتشي لشايفة كل اللي بيحصل وبتحاول تنقذ إيلي لكن للأسف بنكتشف من رد فعل لويس إن إيلي ماتت وبعدها بنشوف الجنازة الخاصة بإيلي وبيبقى الحزن مسيطر على الجميع لأنها كانت طفلة جميلة ومحبوبة وبتساعد كل اللي حواليها وبعد أيام بتروح رايتشي اللي بيت عيلة لويس وبتكون دي فكرة لويس وما بيبقاش واضح السبب وبيودعها لويس في غموض وبعدها بنشوفه في جلسة حزن كبيرة مع جود اللي بيكون متأثر بموت إيلي لكننا بنتصدم إنه بيفقد الوعي بشكل مفاجئ وبنفهم هنا إن لويس خلط مع الكحول مخدر لي وبنلاقيه في العربية وفي طريقه المقبرة إيلي وبيبدأ ينبش في القبر وبيطلع جثتها اللي بتبقى في غاية الجمال وبياخدها وهو بيعتذر لها وبيتطاضح إنه في طريقه المكان الدنغو وبيظهر فيكتر وبيحاول يحذر لويس من اللي هيعمله لكنه ما بيهتمش وفي نفس الوقت ده بنشوف غيج وهو مفزوع وبنكتشف إنه الوحيد اللي شايف فيكتر وبنرجع للويس من تاني اللي بيبقى مصمم إنه يدفن إيلي في أرض الدنغو وبنلاحظ الغضب عليه وهو بينبش قبر بنته بإيده وفعلا بيدفنها وبيرجع للبيت من تاني وبيبدأ يحضر لها ملابس جديدة وبيبقى متأكد إنها هترجع مرة تانية وفجأة بيسمع صوت حركة غريبة في المكان وبيحاول يتتبع الصوت وبيتفاجئ إنه من القبو ولما بيتعمق أكتر فيه بيكتشف القناع الخاص بإيلي ومرة واحدة بنشوف إيلي وقفة وراه وبتسأله هي فين وأثناء ما بيكون بينظفها من أثر التراب بيتفاجئ إنه في شيء متحجر في شعرها وبيكون مصمم إنه يكتشفه لكنه للأسف بيتفاجئ إنه الجرح اللي كان سبب في موتها ومتخيط بأسلاق قوية فبتبصلوا إيلي بمنتهى الرعب وبتسأله لو في شيء غريب فيها لكنه بيخاف وما بيرضاش يعرفها وبنيجي الوقت النوم وبنلاحظ ملامح إيلي من بعد ما كانت بنت لطيفة في غاية الجمال لشيء مخيف ماينفعش يتوصف وبتبدأ تحكيله آخر حاجة فاكرها عن يوم الحادثة ولما بيحاول لويس إنه شتتها عن الكلام بتقطعه وبتسأله هي ميتة ولا لا ولما بيجاوبها بلأة بتأكد له إنها فعلا ميتة وبيبدأ يخاف لويس جدا وبيطلب منها إنها تنام فبتحضنه وبتبقى لحظة في منتهى الرعب والتاني يوم بيصحى لويس من النوم وبيكتشف إن إيلي لابس الفستان اللي ماتت بيه وبترقص باليه بمنتهى العنف وبتكسر كل حاجة حتى صورتها فبيغضب لويس جدا منها وبيؤمرها إنها توقف الرأس ومن ناحية التانية بيكون جود صحي على تليفون من رايتشيل بتسأله فيه عن لويس وبتكون في طريقها ليه وبيقلق جود جدا وبيفهم إن لويس خدره علشان يروح أرض الدنغو وبيروح جود فعلا لبيت لويس وبيلاحظ أثار الحفر على إيده وكمان بيرفض يدخله بحجة إنه بيتكلم مع رايتشيل بشكل شخصي وبيتأكد جود هنا من إحساسه وبيعرفه إنه لو عمل أي شيء من وراه فلسه فيه وقت إنهم يقدروا يلغوه وبيسيبه وبيمشي وبيرجع جود لبيته وبنشوفه وهو بيحضر سلاح وبيقفل الأبواب لكنه بيسمع صوت خطوات ولما بيتتبع الصوت مش بيلاقي حاجة وبيتفاجئ بالقطة ريتش واقف قصاده لكن مرة واحدة بنشوف إيد بيتحاول تجراحه في رجله وبنتفاجئ إنها زوجته وبتعتبه لإنه السبب في معاناتها بعد ما دفنها في المكان ده وإنه بسبب إنه عرف لويس نفس المكان إلي كمان بتتعذب وبتتحول لإلي وبتعرفه إنه جي الوقت اللي يدفع فيه التمن وبتخلص عليه وبالنحية التانية بتكون رجعة رايتشيل وبتتفاجئ بوجود إلي بنتها لكنها بتبقى خايفة ومرعوبة منها ولما بتحضنها بتيجي الرايتشيل النوبة مرة تانية وبتسيبها وبتطلع للقوضة ومن اللحظة دي بتقرر إلي تنتئم وبتقول لولدها إن والدتها مش مرحبة بيها وهي كمان مش عايزاها وبيروح لويس وراء ريتشيل وبيحاول يفهمها إنها بنتهم ورجعت للحياة مرة تانية ولكن لإن ريتشيل بتكون مؤمنة إن اللي بيموت ما بيرجعش فبتعرفوا إنهم في ورطة وإن أكيد دروح شريرة متجسدة في شكل بنتهم وفي الوقت ده بيسمعوا صوت فتح الباب وبينزل لويس بسرعة وبيكتشف إن إلي هربت وبيخرج يبحث عنها لكن ده بيبقى مجرد فخت وبنشوفها وهي بتسحب السكين من المطبخ وبتبدأ التخيلات تهاجم ريتشيل من تاني وبتشوف نفسها مكان أختها اللي ماتت بنفس مرضها اللعين وأول ما بتخرج من تخيلاتها بتتفاجئ بإلي بتحاول تقتلها في الوقت ده من ناحية تانية بيبقى لويس في بيت جود وبيكتشف إنه تقتل وبيتأكد من كلام ريتشيل بإن إلي تبقى مجرد روح شريرة وبنرجع لرايتشيل اللي بتحاول تنقذ غيج وتنقذ نفسها من هجوم إلي عليها وبتكسر الشباك وبتشوف لويس تحت ومجرد ما بتخليه يمسك غيج بتتهجم عليها إلي وبينشوف إلي وهي طعنى والدتها بالسكينة وبتفهمها إنها عرفت حقيقة موت أختها وإنها كانت بتصلي وبتدعي إنها تموت وإن كمان من خوفها فضلت وقفة يوم الحادثة وكان ممكن تنقذها وبتقول لها إنها هتروح نفس الجحيم اللي لويس يتسبب فيه قريب وبتموتها وأول ما بيدخل لويس بتطلب منه ريتشيل إنه ما يتفنهاش في أرض الدينغو لكنها ما بتلحقش وبتهجم علي إلي وبتسحب ريتشيل لأرض الدينغو وبيفوق لويس وبيروح لأرض الدينغو وبيبقى سامع صوت إلي من حواليه والضباب حاجي برؤيته تماما وبتبدأ تعطبه إنه دفنها في الجحيم وفجأة بتتهجم عليه علشان تقتله وبتبقى فعلا قرب التنال منه لكنه بيقدر ينقذ نفسه وبيحاول يموتها وسط تردد منه لإنه ما زال شايفها بنته ولكن في اللحظة اللي بيقرر فيها بنلاقيت قتل واللي بيقتله تبقى ريتشيل وبيصحبوه علشان يدفن وفجأة بنلاقيهم هم التلاتة أصبحوا أجساد بأرواح شريرة وفي طريقهم لاتجاه غيج اللي بيكون مازال عايش وبينتهي في المنى وإحنا شايفين إن الأشخاص اللي ماتوا فعلا رجعوا ولكن بمجرد أجساد فقط ومحدش يجرؤ إنه يفتح القبر مرة تانية ويتأكد من وجود الأجساد لإنهم بالفعل هيكونوا موجودين لإنها بتكون بمثابة معاهدة مع الشيطان وبيبدل الأجساد الميتة بأجساد تانية بروح قطيعه الشرير وبنعرف هنا إن اختيار ربنا لينا دايما هو الأفضل وإن أي محاولة في إحياء شيء ربنا أمر بفنائه هتبقى مجرد إحاقات شريرة جسدها لنا الشيطان وإن اللي هيتبعه هيؤدي في الآخر إلى هلاكه في الدنيا والآخرة وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم